موسيقى السلام عليكم نزوينين نتمنى انكم تكونوا بخير و بألف خير معكم كوتش على فيديو جديد اول حاجة نسمحوا لي على داك الفيديو الاخر كنت درت الميكرو و أعلقته و درته فليشات كنت تحرك و نتحرك و نتحرك و نتحرك في الشعر و نتحرك في الدية و بعد ما عدتني في التعليق سوف نقول لك دروي سام اعتزو بي و نحن نقول لنا عائلة لا مشكلة لدرشي غلاط ولا شيء مخرجات من هكا البارح خليت لكم الفيديو ديال تأمل بالإيحاء اللي كان شكركم بزاف على التعليق ديالكم اللي درتوه باش نطلقاو مع الطفل الداخلي ديالنا حيث بزاف خليتوا لي التعليق باش ندول لكم على هالطفل هذا الداخلي و كيفاش نتصالحوا معاه و كيفاش نعالجوا المشاكيل ولا غادي نقولوا اللي كانوا عندنا معاه والحاجة كنت اعتذر مرة اخرى رابدت تاليوم الصباح ماكنش عارفة ان اليوتيوب را و خنقدر ندازك تيفي مثلا الابوب راقدر يديرهم في الواسط ديال لا فيديو دونك تاليوم حليت لا بلاتفورم و حيتهم من باش كتكونوا كتديروا يعني العملية ديال الإيحاء ولا غاديروا هاد الإيكزارسيس هادا بتخرج لكم تشي دعاية باش ما تبرصتكم شو تفيقكم هندل لكم بزاف دياللي فيديو على هالطفل هادا الداخلي الفنيكيج الصغور باش ان نحنا نعالجوا و نتصالحوا معاه اليوم هادلا فيديو هادي ديال اليوم اختاريت اني ندوي لكم على الاهمية اول حاجة علش احنا قبقوا نقلبوا على هالدري الصغور هادا قبقوا نبرصوه نفيقو و نجيبوه منش حال هادي شنو ايه الاهمية ان احنا فاش نتصالحوا مع الطفل الداخلي ديالنا الجواب هو المعرفة ديال بديت راح بزاف كان مقابوا نسولو شكون انا مني نجيد شنو هادي شنو هادي كان مقابوا نسولو راسنا بزاف ديال الاسئلة و اني راح واحد الجزء فينا الي كبير تكون فاش كنا صغار وهالطفولة هادي كل واحد و كيفاش عاشها وبما ان الطفولة كتكون مختلفة من واحد الواحد فتكوين وساكونوا جايين من بلاد واحدة باش الانسان يقدر يزيد القدام خاصوا لامتلك قدران للشخصية وبالزاف ديال الناس قم اريد ان يتبتلوا قم اريد ان يكونوا احسنة قم اريد ان يكون لديهم الصحواة الفكريات الفاهرة واننظم انطلين عادات انطلين نصل انطلين نستجد ومع هذه التوكيدات كل مرة قبل المنعس لكي نبدأ للشخصية ما هو الحويج الذي يجب أن نعرفه على رأسي؟ وما هو الحويج الذي يجب أن نبدأ بهم لكي تكون لدي أحد المعرفة للذات نعرف كيف أكون أنا؟ لماذا أدير بحلقة؟ لماذا كنت أعصب ونرفزها للون وبدأ أسكنها الرسف والتباطل والكيسان؟ لماذا أبدأت لدي هذه الشخصية الهادئة؟ لماذا لم تتوتر بشكل من الناس أخرين؟ لماذا لم تتوتر كثير من الناس أخرين؟ كثير من الأسئلة تراودنا كاملين؟ وعدم الحصول على الإجابة لكي لا نعرفه لماذا؟ هذا هو الذي يجعلنا لا نعرفين جاهلين لدينا ولكن أنت لا تعرف رأسك أو عمرك لا تستطيع تعرف الناس أخرين ولا تعرف كيف تتعامل مع الناس قبل أن ندعوه على الناس ندعوه بعدها على كيف نتعامل مع رأسنا الأصل للسلوك هو الأفكار الأفكار تتعطيك مشاعر سوف نفهمها تبقى طريقة سهلة سوف تتعطيك المشاعر وهذا المشاعر يتعطيك السلوك بمعنى السلوك سوف يأتي من الأفكار إذا كانت الأفكار مختلفة سوف يكون السلوك مختلف هذا الشيء للخدمة لدينا هو أني نحاول أن ندعوه على الأفكار كانت الأفكار ويستطيع أن أقلب مصدر الحقيقي للمشكلته يقدر يكون لديك مشكلة الشراهة في الأكل ولا يمكن أن يكون لديك مشكلة نفسي لأنك لم تكن يصحب لك أن هذا هو المشكلة لك لتكون لديك مشكلة تقف النفس اللي جاء من الحادث أو الحادث اللي ترى لك في الحياة لك لفكرة كيف أشنتي كتخيل هذا الحادث هو ترابه حد طريقة سلبية ولا أنه سترابه حد طريقة إيجابية يعني أنا في الحياة الخدمة ديالي هو أني نبدل لك الأفكار ديالك إلا بدلت لك الأفكار ستحس لك الإحساس أو لك لديك مشاعر جديدة ومشاعر مختلفة ولا بدلنا هذه المشاعر هادو سيقول لك السلوك ديالك مختلف ونحن ندعب على السلوك كي سحب لنا راسنا كنعرفوا راسنا مزيان ونحوره نهار بعد نهار يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة كنكتشفوا راسنا إلا كنا نقلبوا في الدس ديالنا سنسولك لك الأسئلة ونشوفه واش كتعرف راسك مزيان ولا لا واش كيعجبك شنو كتدير واش كتتكول المكلة اللي كتعجبك واش كتتفرج بالصح في الأفلام اللي كيعجبوك واش كتعجبك الموسيقى اللي كتسمع ولا كتسمعها غير حتطال عليك في التندانس واش الألوان اللي كتلبس كيعجبوك بالصح ولا غتشري ليه واحد البلاح يتبقى في الصلد وخلون دياله ما كيعجبك شي لا لا واش الأفكار ديالك ديالك هاد السؤال هاد اللي جاي شي شوية صعب واش المشاكل ديالك ديالك واش الصورة الخارجية اللي عندك على راسك هي بصح الصورة الخارجية ديالك هاد الأسئلة هادو تال مو تيبنوا لك عاديين ولا ينيراهم شي شوية كيخربقوا ها من حاجة كيسحب لنا كنعرفوها وتنبغيوها واني فاش كنجيو ونركزو فيها بزاف كالقورسنا كنبغي واحد شي واحد كنبغي وكيبغيها نعطيكم واحد البونيوس زوين في هذا الفيديو هادي بحال الفيديو السابق نقرأ لكم واحد الفقرة صغيرة من الكتاب ديالي كون مختلفا غادي نبقى نقرأ لكم نقرأ لكم نستقر يليكم الكتاب ديالي في الفيديوهات يجي شي واحد يكتبوه ويخرجوه قبل من خرجوه انا عرف هات الفيديوهات هادو ديالطفل الداخلي كي تديرو شي شوية الغمو وتي تحسبو الإنسان كل واحد شنو عاش وكل واحد شنو الماضي دياله خليونا نبدو بالهداوة احنا جايين لهاتطفل هادو الفنيكيش ديالك اكتبت لكم يا سيدي راودتك حتما أسئلة كثيرة عن نفسك من أنت ومن أين أتيت وأين تريد أن تكون ما هو أصلك ونسبك وذينك ماذا لو كنت إنسانا آخر والإنسان الذي أنت عليه الآن هو فقط نتيجة لتصورك الخيالي ماذا لو كانت حقيقتك التي تظن أنها حقيقتك هي أفكار شخص آخر نسبها إليك ورسخها كأنها حتما حقيقتك ولا يمكنك المفر منها ماذا لو كنت كل ما ثراه في مرآتك ليس أنت بل هو تصورك الشخصي لذاتك ماذا لو كانت كل الجروح والمأساة التي تشعل قلبك بنار قاتلة ليس لها أي وجود في الحقيقة ماذا لو كان مصدر معاناتك هو خيالك الذي اخترت أن تتقمصه مع مرور الزمن حتى أصبح حقيقة مطلقة ومحكوم عليك أن تعاني وتعيش في صراع داخلي ماذا لو كنت أن تقاتل نفسك فهل تصالحت مع طفلك الداخلي أول شيء الذي سنبدأ بها ونضعها في الإطار هو ما الذي كان لإنسان يجب أن نقوله برهوش كأنه كثير من الكلمات نخرجهم في اللغة أو في أي لغة أو عنده تصرف طفولي أو أوتوغيتار أو هذا أو أنت مع رأسك نقول لك حاجة التي تحسي بها في رأسك قبل أن ندعوه على الناس الأخرين قد تحسي برأسك أنت هي فيك ستين هذه الكلمة التي أصبح فيها ستين كنقولها بزاف ديال المرات تنقولوا أنا عندي بزاف ديال الشخصيات مثلاً راها نقدر نقول لك أنا مثلاً لمعرفتي به ذاتي عندي وحدة هالة اللي مثلاً بريهيشة صغيرة ووراء نقدر أن تكوني كتاكل إحداية نخبّلك تبصيلك ونبقى نموت بالضحك نقدر أن نربط لك تقاشرك نقدر ندعوه لك شي حاجة ديال الدراري الصغار وش حامر كيلاحظوها بالناس مثلاً في الانستغرام ولكيكون عندي مثلاً ديال الطهك والدراري الصغار ولا غد نقول لك شي فيديو ديال تيك توك أو ثانية كيكون عندي تصرف اللي كان نقوله ديال كوتش أني كان ندر معك بحط طريقة اللي هي جديها في الحقيقة ديالي قدر يكون عندي وحد لكي نقول لك ديال بحال ديال الآباء اللي في شوية ديال 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 لوتو غيتي أنا مع رأسي كنت أقول لماذا لدي هذه الشخصيات مختلفين وكل شخصيات تخرج في واحد الوقت الإنسان تكون عنده ثلاثة ديال جوية تكون عنده الطفل الداخلي هذا الطفل الداخلي ديالك ديما عندك كما نقوله الداخل ديال كل إنسان كين واحد البراهيش صغير شنو معنيتها؟ الداخل ديال كل إنسان كين واحد طفل اللي هو كينقوله صغير عندك واحد الجانب طفولي اللي كي يخرج مثلا كتزوجي بشي راجال ولا كتكوني في علاقة هذا في الوقت يباليك صار مياه لو لغيسطورو اللي قلسو وقوة لهذه وقوة لهذه وقوة لهذه وقوة لهذه تلقي في الأخير لابس لك شي بوكسر وقاس كي يتحك معك وكي ينقذ وكي يدير معك شي لعب ديال بتراري الصغر ولا هذا تتكوني شوفات الإنسان هذا في هذا الجانب طفولي ما كنت مكتشفه فيه كل إنسان عنده جانب عنده طفل داخلي فيه عندنا واحد اللي كوتة اللي تعطي ديال الإنسان تتحكم في труд الحياة하면서 وقوة لنا وقد ما يحصل الجانب لأباوي كي يكون عندنا واحد الكوتة المسؤولية تلقي في التحكم والوت وقد تلقي فيه الإنسان فنزل مرحلة توفشات الاتزان الانسان المتازن هو اللي كيعرف انه عنده هالثلاثة ديال الجوانب في الحياة دياله ولا انه كيتحكم في كل جانب فوقاش كيخرج مايخرش لي الجانب الطفولي وانا في الخدمة مايكونش مثلا انا في الخدمة اخدم واحد الخدمة يعني تيكون عندي واحد لافي بروفيسيونال وهذا وكنخرج دك الجانب البرهوش اللي كنقوله خاصوا مثلا الغديب كيلة قالوا ليه لا ولا خاصوا ضرورية خدك الشيء اللي بغاء ولا يبدأ يتعصب دك التعصب اللي كان قوله ديال اه بغيت شكولات اه بغيت بانانا اه بغيت فانيدا عرفتي على التصرف الطفولي كيلي كيخرج لي في الخدمة دياله كيلي كيكون عنده تيكبر وتيبقى عنده غير الجانب الطفولي ما تيكونش عنده الانسان تيبلك ماشي راشد انسان ماشي مسئول ما عندهش المسئولي ههذا كلمال مدى المسئولي مش حام وحد توصطينا تلقضي او تفارقون ليس وما كملت ليس معها لأنه لا يوجد المسؤولية بشل لغم أو بلحيط أو ما يوجد المسؤولية في الانسان في السن الرشد يعني هذا الانسان كبر و يجب أن يكبر مع غير الجانب الطفولي و لأنه لا يوجد الجانب الراشد و لا يوجد الجانب الأبوي في المتحدث عندما تجد مع شيء واحد يمكنك أن تجد جانب الأب كيف يمكنك أولادك أو أبوة أو أبوة أو حياتك أو أبوة و يمكنك التعامل معك في أجل الأبوة يعني كتحسي بيه في أجل الحماية أو أي شيئ و يمكنه أن تكون معه في علاقة أو تزوجي بي أو تخطبي معه و تجد جانب الطفولي يعني الإنسان كيوصل بعد المرحلة ديال الاتزان لوقت اللي كيعرف أن عنده واحد الجانب طفولي خاص يخرجه ولين في واحد الوقت دياله عنده واحد الجانب ديال إنسان راشد خاص يكون عنده عنده واحد سيمات ديال الرشد في الحياة دياله وعنده واحد الجانب اللي تيكون ديال الأبوة خاص ضروري يكون عندك واحد سيمات ديال أنك تقدر تكون أب ولا تقدر تكون أم وخة ولا وربي مثلا يحرمك من الخلفة سبب معين وإن تستطيع التعامل مع الناس بجانب الأبوه بلا ما يكونوا عندك الولاد سنعود للطفل الداخلي اللي هو سنركز عليه في هذه الفيديوهات شخصية ديالك إذا بغيت تتبدلها خاصك ترجع لي للطفل الداخلي طفولة تتكون حتى السن ديال 6 سنوات وهالطفولة هذه فاش نكونه إحنا يكنت ولده وخا كنت ولده على الفطرة تكون لدينا ورق الوراق بيضين الوراق ديال السلوك لدينا بيضين هذا السلوك كونك يعمره كونك يكتب لنا في هذا الوراق تيتم الكتابة فيهم من طرف العائلة يعني الوالدين ديالنا والناس اللي احنا كبرنا معاهم هذا الشيء لش كل واحد عنده الطفولة كان عنده الإدراك كما نقوله الإدراك يعني ندرك واحد الحاجة كان عندنا إدراك مختلف الناس اللي احنا كبرنا معاهم ناس مختلفين وكل واحد اعطاه واحد الإدراك اعطاه واحد اعطاه واحد المفهوم للحياة بوحد طريقة اللي هي معينة غير التربية كل واحد معاطي المفهوم ديال التربية ولا مثلا ديال الاحترام ولا مثلا ديال النقا ولا ديال النظافة بوحد طريقة معينة لولاد دياله بمعنى الإدراك ديالنا مختلف وكان مختلف هاد الوقت هاد الست سنين اللي كان يكون فيه الإنسان طفله يعني هاد الطفل الداخلي هاد عدنا مختلف وكل واحد عنده مكون بوحد طريقة مهمة اللي انت عشتها خلات فيك وحد نقدر نقول لواحد الكدمات وحد أدراك وحد السلوك كان عندك في ذاك العمر اللي ابقى كي يعطيوا حد تمديد الحياة ديالك ولا كي يعطيوا حد تمديد للسلوك ديالك ولا كي يعطيوا حد تمديد للشخصية ديالك كيني الناس اللي يعاشوا نقدر نقولوا الطفولة اللي كتكون عادية وكان الناس اللي كيعيشوا واحد طفولة اللي كتكون كما كان قولوا طفولة ماشي ديالهم ولكن خرجوا واحد لكلمة ديال طفولة ضائعة طفولة مختصبة طفولة عاشت واحد الحرمان طفولة عاشت واحد الفقر كان بزاف ديال انواع ديال هالطفولة هادي غير هو راتقدرت تكون انت كيسحاب لك كانت عندك واحد طفولة متوازنة ويرى ماشي متوازنة خلت فيك واحد العقد نفسية الداخل ويقدر يسحاب لك انك عاشت واحد طفولة اللي درت لك واحد العقد الداخل إلا شدتي ومفهمتيهم ما غد يبقى بش عندك عقد في الحياة ديالك اللي هي الفكرة وشنا هو التمرين اللي كيقدر يديرو الانسان باش انو كيتحرر من واحد طفولة اللي كتكون كما كان سميوها ضائعة ولو واحد طفولة اللي عاش فيها واحد الصراعات واحد الجروح واحد الكدامات في الحياة دياله باش انو وخكة تبقى عندو هالطفولة ما كان قدروش نرجع اللور باش احنا كان نبدلوها كان قدرو ان احنا نعيشو حياة افضل نعيش حياة افضل يعني يكون عندي سلوك مختلف يعني يكون عندي مشاعر مختلفة إلا قدرنا بها الطفولة هادي اللي كتكون ثابتة ما نقدروش نرجع نبدلوها إلا بدرنا الطريقة ديالة تفكير كيفاش كان شوفوها غادي يقول لعدنا مشاعر مختلفة لها وغادي يقول لعدنا سلوك مختلف لها وغادي يقول لعدنا حياة مختلفة بها الطفولة هادي انا عطاكم واحد المثال مثلا ليا انا باش كيعش بكم انتم الامتلة كيعش من الاسقاط كندرو حد الاسقاط على واحد الحالة ندوليكم على انا على الشخصية ديالي مثلا على الطفولة ديالي انتم عارفيني من الفيديوهات السابقة اني بحط لكم واحد كما نقولوا واحد سر ديال الاقتصاب ديالي في سن ديال 5 سنين وكان عندي واحد الرغبة اني نبغطاجيه معاكم باش اني انا نتعالج وباش نعطاكم واحد القوة ايجابية من خلال هاد لحادث هادا لبزاف ديال النساء ورجال سيفطو لي ديميل و سيفطو لي ديميساج انهم عاشوا تقريبا نفس الحالة كيفاش نقدرو مثلا نخرجوا من هاد طفولة هادي مثلا ديال الاقتصاب نعطاكم مثلا 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 انا كيفاش خرجت منها كيفاش هاد الاقتصاب هادا ترى ياك في حد السن ديال 5 سنين كيفاش يبقى هاد الاقتصاب فالذاكيره وليني نشوفه به حد طريقة مختلفة انسان او لا انسانات مقتصبة في السن ديال 5 سنين يعني هاد شي يقدر هادا الحادث هادا ولا هاد الاكسيدون يقدر انه يدمر لها الحياة ديالها تماما وما تعرفش شي حاجه سميتها السعادة وتقدر نفس الانسان اللي تكون مقتصبة في السن ديال 5 سنين انها تكون انسانة ناجحة وانسانة كتنشر السعادة كيفاش نقدر نختلفه من هاد الانسانة اللولى للانسانة التالية هو الرؤية ديالنا لهاد الاغتصاب هادا مقدر نشوف الاغتصاب ديالي كأنه كنت ضحية كنت ضحية في السن ديال 5 سنين ما كانش عندي القوة ما كانش عندي وحد الإدراك كفاية ما كانش عندي وحد وحد المفهوم مثلا ولا وحد الرغبة جنسية ما كانش عندي وحد تحكم ولا وحد الكلام اللي غاد نقوله منطقي ان نقدر نعبر على راسي ولا ندفع على راسي لا بالكلام لا بالقوة يعني الإنسان تكون لا حول له ولا قوة تفكير بهالطريقة هادي كي يجعل منك وحد الإنسان اللي هي ضحية ودي ما كتحسي بالضعف ودي ما كتحسي بالنقص ودي ما كتحسي بأن شي واحد تعدى عليك في ذلك السن هداك الصغور أنا باش عالجت راسي حيث كان عندي أمبلوكاج سكسويل وكنت مريدة أنا نفسيا باش نكون صريحة معك كان عندي مرض نفسي وكان عندي أمبلوكاج بسيكولوجيك اللي خدا مني سنوات طويلة باش أني نوصل لهذا المستوى هذا ديال الوعي ولهذا المستوى ديال الإدراك باش نخدم على راسي نبدل على راسي وديك شاش كنحس براتي عندي واحد لو دفوع عندي واحد لواجب أني نعاون كل إنسان عنده واحد لعقاد نفسية احنا كاملين كان عندنا وباقي عندنا كما كان نقوله دي بخوبلا مسيكولوجيك مشاكل نفسية وعقاد نفسية لنقدرون نكونوا أني احنا ما عارفين هوش مع راسنا الواجب ديالي هو أني نعاونك اتخافي لاشن ديالي من خلال القناة ديالي أني نعطيكم واحد المحتوى اللي لك أنت عندك غير لانترنت يعني الكنيكشون تقدر أنك تعالج راسك بلا ما أنك تمشي تخلص أم بسيكولوج يعني هذا الواجب ديالي أنا كنحس به تيجاه الناس هو أني نعاون كل واحد كان في الحالة ديالي ولا شي واحد شي حال حسن من الحالة ديالي ولا شي واحد في حالة اللي هي أسوأ أنا عشت سنوات كضحية أنا عشت سنوات أني كان أحز براسي أني تضلمت أني تغتصبت في الجسد ديالي أني تقاسيت في الجسد ديالي أني أني ما كانش عندي حماية ما كانش عنديoteksiun ما كانش عنديش حامل حاجة وذاك يخليك بواحد الإحساس بالضعف يعني أنا عشت سنوات كنحس بالضعف ولا أشس بشيء من الخصاص افتقة بالنفس ولا بشيء منا ما كانش عندي اثقة بزفراسي كنت كنحس بالضعف كنت أشعر بالخوف الخلعة من العالم الخارجي الخلعة من التوشي ولكني يزعب بشكل أفضل كيف حدثت خدمت على رأسي لكي نبدل رؤية لها اختصاب اختصاب سوف نقوله مشالك الشرف ولكن ما نقوله هناك قوة الكلمات مشات لك الجليدة التي تكون تولدت و لا تستطيع تطولها سوف نعود لك المفهوم على هذه الجليدة لما رأيها فشكة تولد أو لنقول لك البنية فشكة تولد تكون لديها جليدة في الفرج التي تسمى بالعذرية إنسان عذراء تكون لديك الجليدة التي فشكت تولد و لا تكون علاقة جنسية أول حاجة مشيت لهذه الخلقة هذي كاينين بنت تولدو وهما ماشي عذراء هذه الجلدة تقدر للبنت أنها تولد وهي ما عندهاش كين تقدري في الحياة ديالك مثلا كنت تدري كابتريني كين نوع من رياضة مثلا لاجيم وهذا كين كنت تدري غران تيكار وهذا تقدري أن العذرية ديالك تمشي في الحياة ديالك غير بواحد الموفمون تكون شي شوية بغي طال و تمشي لك بلا ما تدري انت واحد العلاقة جنسية وبلا ما تتعرضين الاغتصاب بمعنى هذي العذرية ديال هذي جلدة هذي اللي احنا كنا نربطوها بالشرف يقدر الإنسان يكون تيتريني وتمشي ليه يعني هذي العذرية هذي ما عندهاشي علاقة بالشرف أول حاجة رجعت للمفهوم ديال الشرف يعني قلت أنا مشات لي هذي العذرية ديالي لقبل هذي الغيزون هذي ولاني تقدر تكون واحد الإنسان أخرى مشات لي هذي العذرية دياله و هي كاتريني يعني احنا بجوج مشات لنا العذرية ديالنا في كونتكس لي هو مختلف ولاني احنا بجوج رح باقعدنا الشرف شنو المعنى ديال الشرف؟ شنو المعنى ديال الإنسانة شريفة؟ واش أنا في ذاك السن مشي تصدرت شي حاجة لقصة شرف ديالي و لا قصة مثلا العفة ديالي و لا قصة العفة ديال العائلة ديالي لا واش أريد ان تكون شرافي فغالتا هذا الشرف وأنا إنسانة شريفة ما هي المخلفات الاغتصاب هذا الاغتصاب تم اعتداء على جسدي أم لا تم لمس جسدي بغير رغبتي حدث ترى كيف نستفيد منه لكي نزيده القدام قدرت التمرين بالإيحاء مع راسي لكي نرجع لدك الحدث لكي نرجع لها الصغورة وكما درت لكم في التمرين للإيحاء كنت ندير إيحاءات للراسي لكي نعالج راسي نفسيا لكي نعرف كيف أحتاجها وبما أني نبدل العقل البطني ونبدل التمرين لكي نبدل الأفكار ونبدل نظرة ونبدل الأحداث التي عشتها رجعت للطفلة الصغيرة في ذلك الحدث الاغتصاب لعقل عليه وقلت لها بما أنه تم لمس جسدك وانتي لم تكن بغى وما كان عندك القوة أنك يدفع على راسك دابة تقول لك القوة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة وسنة بعد سنة لكي تقول لك لكي تحمي راسك من أي اعتداء لكي تحمي راسك من أي لمس لكي تحمي راسه لكي تحمي راسه لكي تحمي جسد وكي تحمي فكر وكتحمي راسك لكي تحتشي واحد لكي تتعدي لك ماذا نميت فراسي في هذا الاقتصاب؟ ماذا السلوك الذي لديه؟ لدي شخصية قوية أو خدمت على الكاريزمة، التقافي، الجسد، العلاقة مع رأسي كان طب طب على رأسي، كان تهلا فراسي، كان نشوف رأسي زوينة، وكان حمي رأسي من العالم الخارجي الشخصية اللي عندي دابة ما يقدر حتى شي إنسان على وجه البسيطة أنه سوي قيسني من غير رغبة ديالي، ولا أنه ينقص مني ولو بكلمة واحدة أولاد عندي واحد الشخصية فولا دي، عافتي كنحمي رأسي بحل غدي نقول لك شي واحد اللي عنده واحد الوليين صغير عادي ماش كيكون عندك واحد الولد واحد البنته كتتحميها لمشاقصها شي واحد تغزيت حيدي ليسنانه، أنا كنت عامل مع رأسي كنت عامل مع رأسي ما كنت نساش أن عندي واحد طفل داخلي اللي خاصني نحن على رأسي، ما كنت نساش أني أنا ما خاصني شي واحد يقيسني من غير الإرادة ديالي ما كنت نساش أني خاصني نحمي رأسي في كل دقيقة، ما كنت نساش أن لمس ديالي شي حاجة اللي هي غالية، هادك شي علاش السلوك ديالي كيفاش أنه والتي عندي اتقى في نفس اللي هي غاد نقول شي حاجة اللي هي مسألة مفروغ منها، تل علاقات ديالي ما عنديش علاقات مع ناس بزيف كنختار شكون الناس اللي كي قربوا لمحيط ديالي، كنختار الناس اللي كيدوزوا معي وقت، كنختار الناس اللي كنختار أني آنا نختار الناس الذين يقربوا لي في المساحة الشخصية عندي عزة النفس، عندي اتقاف النفس، عندي حماية لذاتي والتي تجعل مني واحد الانسان الذين لديه واحد الكاريزما واحد الانسان الذين كتبعت لكم الطاقة الإيجابية واحتى القلسة ديالي، واحتى الهضراء ديالي ماشي شي واحد اللي محني وقالسوا وحشمان وميقدرش يدو يقدم ناس عندي كان حسب راسي اني عندي واحد الحضور والحاجة اخرى اللي عاونتني كتر هو اني ما كنشوفش اغتصاب واحد طريقة حشومة ما كنشوفش عيب، ما كنشوفش عيب اني نقول اني تعرضت لواحد الاغتصاب هذا اذا رأى خمسين في المئة ديال العلاج وانك ما تشوفش الحدث اللي ترى لك حشومة نارك تشوفي حشومة وعيبك تفقي خليا مبرطة وهذا مبرطة لك الحياة ديالك، نارك تقولي اوكي ترى لي شو اللي عالجني، اني كنت كنت تفرش بزاف اوبرا وهذا شي قلت لكم، فاش شفت ذلك الانسان الرائع اللي تغتصبات وحملات وش حل اني واحد طفولة اللي هي صعبة بزاف وولت من اغنى نساء العالم وولت كتعة والناس وكتدوي فاش شفت هذا النجاح العظيم؟ قلت خاصني نجعل من هذا الحدث هذا اللي صعيب اللي كيسحاب لي انها هي واحد طفولة ضائعة وطفولة مختصبة وطرى وطرى خاص يقولي ادي واحد القوة، خاص نقولي انا اللي ترى لي هاد سنديال خمس سنو انا اللي ترى لي هاد سنديال خمس سنو هاد اول مصدر ديال لاموتيفاسيون ديالي هاد اول مصدر ديال التحفيز ديالي خاصني نعيش بوحد تفاؤل خاصني نعيش بوحد ناجح خاصني نقول ترى لي هاد سنوالي وبما اني ترى لي هاد سنوالي تا اكون الانسان اللي يجب ان اكون فاش كنشوف فالحدث اللي ترى لي فالطفولة ديالي كحشومة وعيب ونادي وطرى لي وانا فيكتيم وتعد توعلي واخدى وليا ودار وليا مع مري ما كان نجح في الحياة ديالي بما اني ترى لي هاد سنوالي وحيت انا ترى لي غادي نولي وديك غادي نولي كي يولي عندك فاوحد الاسرار وحد الاسرار وحد الاسرار ما كانش انسان على وجه البسيطة يقدري وقفك وما كانش انسان على وجه البسيطة يقدري عارضك ولا يقدري منعك انك توصلي رؤية الاشياء هاد الشي اللي كتلك دابا ما كيدرش بين ليلتين وضحها طلب مني سنين هادك شاش انا كنجي نقدمولك على طبقين وين ذهب ولنخدم اقدر تعطوني الموادع الى بريتو في الفيديو الجاي غادي ندير لكم الانواع ديال الشخصيات اللي كتخلف من بعد وحد طفل داخلي اللي كيكون عاش وحد السراعات يعني غادي نديروا على المشاكل يعني تقريبا معظم المشاكل ولا غادي نقول لك لبلسور الجروح ديال الطفل داخلي وهاد الجروح هادو شنو كيخلفوا لنا الشخصيات وغادي نديروا على التمارين اللي يقدر الانسان يديرها اللي كان عندو هاد الجروح هادا بعد دا غايجي في الفيديو الجاي انا كنقدم لك هاد شي مثلا هاد جريبة ديالي على طبقين من ذهب ولا هاد التمارين هادو على طبقين من ذهب باش انك متضيعيش سينين اللي انا ضيعتها ميمشيش لك هاد العمر اللي ضاع من الحياة ديالي باش اني نوصل لها الديال دابا نبغيك داب انتي لك انتي صغيرة وكانت عندك واحد طفولة اشتفى واحد الحاجة اللي هي صعبة ولمبرزتك تحلي هادا باش زيدي القدام الوقت اللي انا ضيعته باش نكترش فراسي نبغيك انتي تربحي في الحياة ديالي كنقسم لكم برب العالمين ايلا تبعتوا معايا في هاد الاساغي هادي اللي جاية وخدمنا على الطفل الداخلي ديالنا وضيبلوكينا قاع المشاكين اللي احنا عشناهم ونشوفوهم كاملين طريقة ايجابية كنقسم لكم باللحطة غنوي وناس اخرين وغادي ادعوا معايا كل نهار ستفكروني فيه غادي نزيد لكم فيديوهات ديال تنوين بالايحاء الى اعجبوكم خليوا لي المشاكين نقدروا عادي نقدروا نضعاف ونقدروا نغلاض ونقدروا نديروا بزف ديال الحويج بهذا العقل الباطني حت كنصفتو لي واحد توكيدات بوحد طريقة معينة التي يجب ان تدرس باش انك تتعطيها التوكيدات بوحد طريقة اللي هي صحيحة باش انك تقدري تبدل الانسان الانسان يتبدل لكي يبرمج العقل الباطني دياله وهادي دايجة ذويت لكم عليها فيديو دياله سوبكونسيون فاش عندك اسحاب الكرات كرة تبدل غير بالعقل الواعي رع العقل الواعي وولي كي يبدل لك الحيث ديالك بلا ما انتس عاقي هاداك شلاش الفيديوهات ديالتوكيدات بالايحاء كي تقدروا انهم يبدلوا الانسان غير واحد المعلومة دايزا كان واحد البنت قلت لي في واحد الكومنتر في واحد التعليق قلت لي يا هاد الفيديو هذا واخده من واحد فلانة وليني درتيه بصوتك اصلا اول حاجة انا ما عرفش الانسان اللي هي ذكراتها التمرين هذا انا كتبته ودرت لكم سطوري في الانستغرام كتبته وربع ديال الصفحات بخير تكسشي تلزا ديالتوكيدات بالايحاء يعني احتى الليبنوز كي ما كان قولو انه كيتتدرس وكيتتدرس بوحد طريقة اللي لاخدينا بجوج نفس لوكوغ رغا نقدرو نديرو نفس الفيديو غيكون عندنا الصوت مختلف ولا غيكون عندنا بعض الافكار اللي هي مختلفة ولاني الطريقة ديال الالقاء ديال الفيديو تقدر تكون بحل 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 بمعنى غنقدرو بجوج مثلا اخدو شخصين بجوج نديروك للغابة فهمتيني ولا بجوج نديروك للبحر ولا بجوج نديروك جوسيمبان نديروك للسحرة يعني غيكون عندنا نفس المكان يقدر يكون عندنا واحد لوصف اني خاص يكون واحد تصور يعني اول حاجة كتكون لغلاكساسيون يعني تلاش بخيز كترتاحي كنخدمو على التصور باش انك كتزيد الترخي وانك يزيد التصور الدهني ديالك ولاني التوكيدات اللي كنصيفتوهم هادوك التوكيدات الطريقة كيفاش كتزقال هادوك اللي يجبو ان تدرس وهالطريقة كتكون بحل بحل غيرو انا الكلمات اللي نقدر ندوزهم لك هما يعني المساج الرسائل اللي انا يباغن بدلهم لك في العقل الباطني هادوك تكونو ديالي ولاني لو كادغ رات تلقينا كامل بزافش عشرين ولا مية تنديوك الغابة ولاني كل واحد في الغابة هادي شنو تكتبليك في العقل الباطني ديالك موام كانت هادو غير فكرة للناس اللي ما كيفهموش ولك يلقوا بزاف ديال الفيديوهات اللي كتكون بتشابهة تتمنى هاد الفيديو هادي عطتكو واحد الفكرة بعد عدد الطفل الداخلي شنو الاهميات دياله كيف العادة لا تكون الانسان الذي يريدك ان تكون كون فقط الانسان الذي يجب ان تكون عيش بحبك لله ولا تنسوا نحن المغاربة قادمون ان شاء الله بقوة وفخر ستنحني اليها الرؤوس احتراما دمتم في رعاية الله وإلى فيديو قادم بإذن الله أحبكم